هذا عطر لوم إديال نسخة الأودو برفيوم الذي يحاكي على عطر الرجل الناضج الذي يجمع بين رائحة اللوز الأخاذ وأيضا رائحة الفانيليا الدافئة ونفحات جلدية غامضة مرحبا بكم في قناة مجيد فريغرانس اليوم راح نراجع معكم واحد من أجمل عطور وديزاينر عطر لوم إديال نسخة الأودو برفيوم التي صدرت في سنة 2016 والعطر هذا يعتبر فلينكر لعطر الأودو الذي صدرت في سنة 2014 حقيقة أبدع العطار تيري وزير بالتعاون مع دولفين جالك في هذا العطر من بين نوطات العطرية الموجودة في هذا العطر هو يعني اللوز مع التوابل وأيضا والبرغاموت إكليل الجبل والزعتر أيضا يوجد أيضا من بين نوطات الجميلة في هذا العطر نوطة الكرز مع الفانيليا والبخور والواد البلغاري يوجد أيضا الجلود حووب الطنكا وأخشاب الصندلة هذا العطر لما ترشوا في البداية حقيقة راح تستمتع منذ بداية العطر إلى نهايته عطر نشوف أنه متكامل يبدأ بقليل من حلاوة الفانيليا ممزوجة مع الكرز أيضا في الأول راح تحس بنوطة اللوز ونوطة الجوز أيضا والتوابل الدافئة يعني فيها نسبة قليلة من توابل الدافئة العطر هذا أنا لما رشيته خليته يعني بعد مرور حوالي أربع ساعة يبدأ العطر يدخل في جماليته وفي قاعدته أيضا اللي فيها مزيج ما بين البخور وأيضا الورد راح تستمتع بهذا المزيج نوطة اللذر واضحة أو الجلود واضحة جدا في هذا العطر معطية شخصية شخصية غامضة لهذا العطر العطر لوم إيديال نسخة الأودو برفيوم أو بتركيز الأودو برفيوم نشوف أنها أكتر نضج من نسخة الأودو طوالات في نسخة الأودو طوالات تكون نوعا ما فرش في البداية لاحتوائي على بعض الحمضيات ولكن نشوف أنه نسخة الأودو برفيوم أكثر جمالية وتليق لأجواء باردة مثل فصل الخريف والشتاء أيضا يمكن استعمالها في فصل الرابع هذه النسخة من عطر لوم إيديال نسخة الأودو برفيوم تنتمي إلى فئة العطر الخشبية العنبارية العطر هذا له الكثير من الاستعمالات ننصح به للاستعمال للرجال فوق 25 سنة يصلح أنه يكون العطر للخراجات بالليل يصلح أنه أيضا يكون العطر رسمي يعني راح تكون متفرد لما تستعمل هذا العطر حقيقة عيب هذا العطر الوحيد هو الفوحان يعني فوحانه متوسط أما تباته فهو جيد إذن ما عليك سوى الاكتار من عدد الرشات لكي يعني يدوم معك العطر لأطول فترة ممكنة ومن ساعة إلى ساعة تقوم بإعادة الرش ليتبت معك أكتر العطر هذا عطر لوم إيديال نسخة الأودو برفيوم من بين العطر لجالب الإطراءات عطر يعني رائع جدا من اللي يخلي المزيج اللي بين رائحة الكارز والفانيليا والجلود والبخور الورد كل هذه المكونات تعمل يعني مزيج رائع يخلي أنه يكون عنده كارزما عنده شخصية هذا العطر خصيصا رائحة الجلود الموجودة في قائرة هذا العطر بحب الطونكا عمل مزيج يعني يخلي أنه يكون عنده شخصية وأنه يكون عطر جالب للإطراءات إذن هذه عينة من 1 ميلي لتر لنسخة الأودو برفيوم أنا في الحلقة السابقة رجعت معكم نسخة الأودو طوالات التي أصدرت في سنة 2014 على يد العطار تيري وزير رح نخلي لكم رابط هذه الحلقة في صندوق الوصف لا يوجد اختلافات كثيرة الاختلافات التي نرى أنه في الافتتاح نسخة الأودو طوالات تكون أكثر فرش أما القاعدة الأودو طوالات أيضا تحتوي على الجلود ونجيل الهند ولكن أنا من ناحية جمالية الرائحة عجبتني أكثر نسخة الأودو برفيوم أيضا من ناحية التابات نرى أن نسخة الأودو برفيوم أكثر تابات من نسخة الأودو طوالات إذن مشاهدين الكرام شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة اليوم قدمنا لكم نسخة الأودو برفيوم من نسخة أو من عطر اللوم إيديال الرجل المثالي الذي في هذا العطر أبدع العطار تيري وزير بالتعاون مع الدولفين جالك بإعطاء رائحة عبارة عن لوز مع كارز ودفء الفانيليا وأيضا نفحات جلدية غامضة تخلي أنه يكون عطر متعدد الاستعمالات بالأخص للناس لتحب يكون عند رائحة عطر رسمي أو عطر للخروج بالليل أو ما إلى ذلك شكرا لكم ونلتقي في فيديو آخر سلام اشتركوا في القناة